نروح بقى للزمالك الزمالك أدى مرانو برضو اشتغل بدني واشتغل خططي في نفس الوقت برضو وكان فيه محاضرة من جوزي جومز لويس فيسانتي مدرب حراس المرمى اخذت ثلاث حراس صبحي وعواد وشناوي واشتغل بيهم التدريبات الخاصة طبعا بحراس المرمى دونجا اشتغل تأهيل لوحده يعني الى حد كبير دونجا ممكن ما يكونش موجود في مباراة بيرامدز بيتم تجهيزه للمباراة التالية اللي هي بتاعة الخميس يعني بيتم تجهيز دونجا المباراة الخميس يعني صعب حتى الان ان هو يبقى متواجد كذلك الزناري الزناري شارك النهاردة في التدريبات البدنية لكن برضو موضوع بقى مشاركته ده هيرجع لجومز هل ممكن ان هو بعد الاصابة يرجع يدخل يلعب على طول قدام بيرامدز ولا ممكن يريحه يعد دكة ولا ايه دي هتخضع ليه اللي هيشوفه جومز في التدريبات واللي هيقرره هو بالنسبة للزناري النهاردة كان برضو في بالنسبة للزمالك الدكتور حسام المندوه عضو مجلس دارة الزمالك والكابتن احمد سليمان اللي اتنين عملوا اجتماع خاص مع جومز هناك بعد المران حصل فيه منقشته مبسوط من الاجواء الامور ماشية تمام الاجواء جوه الفرقة واكدوله على ان هم جاهزين لتذليل اي حاجة تخص اللعيبة او الجهاز الفني خلال هذه البطولة نادي الزمالك قرر انه يرتدي زيه الاساسي الابيض والشرط الابيض في مباراة بيراميدز الزمالك قال هيلبس ابيض فابيض واختر اللجنة المنظمة للبطولة مسؤولين الزمالك بانه هيرتدي التيشرت الابيض والشرط الابيض انبارح قلت لحضراتكم الحكامنا اللي رايحين مين حكامنا الساحة هنقولهم تاني امين عمر واحمد الغندور ومحمد معروف ومحمود ناجي دول الاربع ساحة المساعدين احمد حسام طهوة ومحمود أبو الرجال وشريف عبدالله وعمر فتحي وعلى الفيديو محمود عشور وقل فرحان ويمكن نقشنا مع الكابتن محمد فروين بارح بس قصة الفيديو لتنين بس وشرح القصة وان شاء الله يبقوا موفقين ايا كان بقى الامور احنا خلاص الامور مشت فتمشي ان شاء الله ويبقوا موفقين ويقدوا مباراة قوية جدا وهو قال ان يوم السبتة هيتم اعلان طاقم التحكيم اللي هيدير المباراة الزمان لكو بيراميدز وطاقم التحكيم اللي هيدير المباراة الاهلي وسيراميكا اما سيراميكا لا هروح لبيراميدز الاول نهاردة هتمرنه اول تمرينة خدت حوالي ساعة ونص يورتشيتش المدير الفني كان سعيد طبعا بان البعثة كلها اكتملت خلاص بعودة الشيبي وميلي وبلاتيتوري اللي كانوا موجودين مع منتخباتهم وزي ما بقول لحضراتكم هما اقتاروا مباراة متأخر شوية لكن خدوا اول تمرين النهاردة فريق نادي بيراميدز وهم بقى بيراميدز يعني بصوا الكرة الكرة او الرياضة لكن خاصة كرة القدم بتزلل حاجات كتير ومشاكل كتير ممكن انا اقول كنت قلت كلمتين من كابتن احمد سليمان زعلت الناس في بيراميدز لكن بصوا اتقابلوا بعد التمرين ده مخلص التمرين فريق الزمالك و بيراميدز داخل التمرين اتقابلوا مع بعض سلموا على بعض باسوا بعض حيوا بعض وخلص سافي على البن زي ما احنا بنقول والامور تمام بين الزمالك و بيراميدز بعد مشاهدة الـ 48 ساعة الاخيرة